السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم سأبدأ معكم في دراسة مفهوم الضرب لصفة الثانية الفصل الثاني للنهاج الفلسطيني في صورة إعلى السؤال الأول أتأمل الصور الآجية هناك ثلاث صور ويظهر فيها الصورة الأولى حقل محمود وفيها ثمانية أشجار هناك أيضا في الصورة الثانية حقل محمود وفيه أيضا ثمانية أشجار وفي الصورة الثالثة حقل علاء ويظهر فيه أيضا ثمانية أشجار سأبدأ معكم أعزائي بشرح عملية الضرب لدينا ثلاث حقول وفي كل حقل ثمانية أشجار أي ثمانية زائد ثمانية زائد ثمانية أي يساوي أربعة وعشرون شجرة وهنا نقول أن عملية الضرب هي ثلاثة مجموعات ضرب عدد العناصر في كل حقل وهما ثمانية أشجار أي ثلاثة ضرب ثمانية ويساوي أربعة وعشرون ثمانية أشجار عدد الأشجار في حقل محمود أيضا هو ثمانية أشجار وفي الصورة الثالثة عدد الأشجار في حقل علاء هو أيضا ثمانية السؤال الثاني نشاط عملي أكمل بما هو مناسب أتعوى من الزميلي على القيام بالنشاط ثم نجيب على الأسئلة التي تليه نضع حبتين من الفول في كل مجموعة مرسومة ويظهر لدينا أربع مجموعات وفي كل مجموعة يظهر حبتين فول أولا عدد المجموعات هو أربع مجموعات عدد حبات الفول في كل مجموعة اثنان حبة أي حبتين عدد حبات الفول جميعها واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثبانية ثمان حبات عدد حبات الفول جميعها في أول المجموعة يوجد لدينا حبتي فول وفي المجموعة الثانية حبتي فول وفي الثالثة حبتي فول وفي الرابعة حبتي فول إذن لدينا أربع واثنينات أي أعد اثنان زائد اثنان زائد اثنان زائد اثنان يمكن التعبير عن عدد حبات الفول جميعا بأنها عدد المجموعات واحد اثنان ثلاثة أربعة ضرب عدد العناصر في كل مجموعة عدد العناصر في كل مجموعة هو حبتي فول أي حبتان هنا اثنان 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 يساوي عدد العناصر جميعها أربعة ضرب اثنين يساوي ثمانية أربعة ضرب اثنين يساوي ثمانية عناصر جملة الضرب تعني المضروب فيه وفي المثال السابق كانت أربع مجموعات ضرب إشارة الضرب وبعدها نضع المضروب وهو اثنين في المثال السابق أي حبتي فول ويساوي ناتج الضرب أربع ضرب اثنين يساوي ثمانية السؤال ب لدينا ثلاث مجموعات وفي كل مجموعة أربعة خنافس لدينا ثلاث مجموعات اثنين ثلاثة وفي كل مجموعة أربعة خنافس وهنا أربعة عدد المجموعات هو ثلاثة عدد الخنافس في كل مجموعة هو أربعة عدد الخنافس جميعها نقول لدينا ثلاث مجموعات وفي كل مجموعة أربعة خنافس عدد الخنافس جميعها هو أربعة زائد أربعة زائد أربعة ويساوي إثنى عشرة خنفشاء عدد الخنافس جميعها أربعة زائد أربعة زائد أربعة ويساوي إثنى عشرة أي ثلاثة أربعات عبروا عنها بجملة الضرب ثلاثة أي عدد المجموعات ضرب أربعة وهو عدد الخنافس في كل مجموعة ثلاثة ضرب أربعة يساوي إثنى عشر لدينا مجموعتان هنا مجموعة وهنا مجموعة وفي كل مجموعة ثلاثة دلافين ثلاثة دلافين عدد المجموعات هو واحد إثنان مجموعات هو إثنان عدد الدلافين في المجموعة الواحدة عدد الدلافين في المجموعة الواحدة واحد إثنان ثلاثة ثلاثة دلافين عدد الدلافين جميعها نقول ثلاثة زائد ثلاثة ويساوي ستة إذن تسمى ثلاثتان ونعبر عنها بجملة الضرب بالبداية نأخذ عدد المجموعات ولدينا قلنا هنا مجموعتان ضرب عدد العناصر الموجودة في كل مجموعة ولدينا في كل مجموعة ثلاثة دلافين إثنين ضرب ثلاثة يساوي ستة ستة دلافين لدينا مجموعة واحدة عدد المجموعات يساوي واحد عدد الأرانيب في المجموعة واحد إثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة ستة أرانيب بروع عنها بجملة الضرب عدد المجموعات عندنا هنا واحد ضرب واحد إثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة واحد ضرب ستة يساوي ستة أرانيب وضعت أم خالد قطع من البسكويت في صحون كما في الصورة لدينا أربعة صحون واحد إثنان ثلاثة أربعة وفي كل صحن يوجد ثلاث قطع من البسكويت هنا ثلاثة هنا ثلاثة وهنا ثلاثة وهنا ثلاثة الصحون هو أربعة صحون عدد قطع البسكويت في كل صحن يوجد ثلاث قطع من البسكويت إذن عدد قطع البسكويت في كل صحن هو ثلاثة عدد قطع البسكويت جميعها أربع ثلاثات أي أربع مجموعات وفي كل مجموعة ثلاثة قطع من البسكويت ونعبر عنها بجملة الضرب أولاً نأخذ عدد المجموعات وهو أربع ضرب عدد قطع البسكويت الموجودة في كل صحن هو ثلاثة أربع ضرب ثلاثة يساوي إثنى عشرة قطعة بسكويت واحد اثنان ثلاثة أربع خمسة ستة سبعة ثمانية تسع عشرة احد عشر اثنى عشر أمثل بالرثوم عدد المجموعات وعدد العناصر للعبارات الآتية ثم أكتب جملة الضرب حقيبتان في كل واحدة منهما خمسة دفاتر إذن لدينا حقيبتان الحقيبة الأولى والحقيبة الثانية في كل حقيبة خمسة دفاتر واحد اثنان ثلاثة أربع خمسة خمسة وفي المجموعة الثانية أيضا خمسة دفاتر في عملية الضرب في هذه المسألة نقول عدد المجموعات ضرب عدد العناصر في كل مجموعة وهنا لدينا حقيبتان أي مجموعتان نقول اثنان ضرب عدد العناصر وهو في كل مجموعة يوجد لدينا خمسة دفاتر نقول اثنين ضرب خمسة ويساوي واحد اثنان ثلاثة اربع خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة عشرة دفاتر اثنان ضرب خمسة يساوي عشرة دفاتر البا خفصة صحون في كل واحدة منهما تفاحتان لدينا خمسة صحون واحد واحد اثنان ثلاثة اربع خمسة خمسة صحون في كل صحن يوجد لدينا تفاحتان واحد اثنان واحد اثنان واحد اثنان واحد اثنان واحد اثنان واحد اثنان اي في كل صحن لدينا تفاحتان نقول 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 ضرب هي عدد المجموعات ضرب عدد العناصر في كل مجموعة نقول لدينا خمسة صحون اي عدد المجموعات خمسة خمسة ضرب في كل صحن يوجد لدينا تفاحتان اي عدد العناصر عدد المجموعات خمسة ضرب عدد العناصر وهما تفاحتان في كل صحن خمسة ضرب اثنين ويساوي واحد اثنان ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسع عشرة خمسة ضرب اثنين يساوي عشرة تفاحات ثلاثة احواض من الورد في كل حوض يوجد اربع وردات عندنا هنا ثلاث مجموعات واحد اثنان وهنا ثلاثة لدينا ثلاث مجموعات ثلاث احواض من الورد في كل حوض يوجد اربع وردات واحد اثنان ثلاثة اربعة واحد اثنان ثلاثة اربعة واحد اثنان ثلاثة اربعة في كل حوض يوجد اربع وردات نقول عدد المجموعات واحد اثنين ثلاثة لدينا ثلاثة احواض من الورد ضرب عدد العناصر وهو في كل حوض يوجد اربع وردات نقول ثلاثة وهي عدد المجموعات ضرب عدد العناصر وهو اربعة في كل حوض يوجد اربع وردات ثلاثة ضرب اربعة يساوي اثنى عشر وردة بمناسبة خروجه من المشفى وأخذ كل واحد منهم علبتي عصير اكتب جملة الضرب التي تمثل العبارة السابقة نقول هنا لدينا ثلاثة اصدقاء وأخذ كل واحد منهم علبتي عصير اي عدد المجموعات هو ثلاثة اصدقاء وعدد العناصر هو علبتي عصير نقول ثلاثة وهو عدد اصدقاء ضرب 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 اثنين ثلاثة ضرب اثنين ويساوي ستة ثلاثة اصدقاء ضرب 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 عصير يساوي ستة الى اللقاء في الدرس القادم وهو حقائق الضرب للعدد اثنين مع السلامة اشتركوا في القناة